السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر في كتاب البداية والنهاية أيضاً في وقاء عسنة خمس وخمسين وسبعمائة يقول في يوم الاثنين سادس عشر من جماد الأولى اجتاز رجل من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق بعد صلاة العصر وهو يسب أول من ظلم آل محمد صلوات الله عليهم ويكرر ذلك لا يفتر ما يسكت ولا يهدأ ولم يصلي مع الناس لماذا لم يصلي معهم؟ لأنه لا يعتقد بجماعتهم جماعة باطلة صلاة بدعية أصلاً وكانت صلاة العصر والأظهر أن الرجل قد جمع بين الظهر والعصر كما اعتاد عليه الشيعة في مثل هذه المواقف يقول ولا صلى على الجنازة الحاضرة يعني كان هناك أيضاً جنازة وكان على أساس يصلون عليها صلاة الجنازة ما صلى بل الناس في الصلاة الناس كانوا يصلون صلاة الجنازة هذه وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به هو يكرر اللهم العن أول من ظلم آل محمد عليهما السلام هو يكرر وذولة يصلون يسمعون وين؟ في الجامع الأموي في مركز النواصب آنذاك تخيل الموقف شوف شلون يخترق بل الناس في الصلاة وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه ابن كثير يقول يقول أن نبهت الناس لتأخذوه هذا اعتقلوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته جئت لهذا الرافضي استجوبه من الذي ظلم آل محمد أنت منه تقصد لما دول اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد منه تقصد لو واحد من أنصاف الرجال ما لها الأيام ما كو شنو يقول يقول أنا أقصد يزيد مثلا أقصد لا أقصد شمر حر ما لا أقصد حتى يفر بعضهم لا يجي يقول لك شنو أقصد قابيل أصلا هذا الأول الأول يعني قابيل الثاني يعني منه نمرود الثالث منه فرعون الرابع منه عاقر الناقة الخامس يزيد فأنا طالع شنو براءة يعني طالع براءة ذاك الزمان كان فيه رجال ما كان فيه أنصاف رجال الرجل رافضي تحت رحمتهم في الجامع الأموي في دمشق وسط النواصب وسط المخالفين وحيداً فريداً لا ناصر له لا معين قوة ما عنده يستجوب بعدما ألقي القبض عليه وهو قد استفزهم قالوا له من أول من ظلم آل محمد فأجاب قائلاً أبو بكر هنا كاتب هو أبو بكر الصديق يعني بالله الشيعي الرافض يقول أبو بكر الصديق هو هذا ضايف لا ابن كثير ضايف الصديق لأبي بكر هنا معتاد ما تجي أبو بكر بدون الصديق عندهم ما تجي ثم الآن شوف بكل صراحة يعني بوجوههم يقول يقول أبو بكر أنا أقصد هذا اللي أنا أدى سبه ولعنه هذا هو هو أبو بكر وهو مقيد ما يكفي هذا يدري هو ماضي في عملية استشهادية هذه عملية فدائية استشهادية خلص فماذا فعل يقول ثم قام جهرة والناس يسمعون وقال لعن الله أبا بكر وعمرا وعثمان ومعاويتا ويزيد يلا الله وصلي الله وصلي ومحمد وعلي وحبا وعجل واجه والعام فأعاد ذلك مرتين الصاحب أعلى صوته فأمر به الحاكم إلى السجن ثم استحضره المالكي القاضي المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسب واللعن يعني مع كل صوت يضرب لعن الله أبا بكر يضرب الصوت الثاني نعلى على عمر صوت الثالث كذا على عائشة وهكذا ما يسكت ما يسكت يصرخ يقول بالسب واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي حسب كلام ابن كثير وأنا أقول خسئت بل هذا الكلام لا يصدر إلا عن تقي هذا من تقوا هكذا يجاهد من أجل أن يبصر من أجل أن يعلم من أجل أن يهدي من أجل أن يوصل إليكم صوت الحق أن أبا بكر وعمر وعائشة ومن أشبه من الملعونين عند الله لأنهم دمروا الإسلام وخانوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأحدثوا في هذا الدين هؤلاء هم الأتقياء الذين ينبغي أن تفخر بهم الأمة هؤلاء هم المعارض الإسلامي الذين ما سكتوا فوصل إلينا هذا الهدى ببركات تضحياتهم بدمائهم هذه يقول ابن كثير الآن يعرفنا على شخصية هذا الإنسان الرافض العظيم يقول واسم هذا اللعيم خسئ ابن كثير يقول علي ابن أبي الفضل ابن محمد ابن حسين ابن كثير قبَّحه الله الله واخزاه حسب كلامه ثم لما كان يوم الخميس تاسع عشره عُقِد له مجلس بدار السعادة وحضره القضاة الأربعة أربعة مذاهب قضاة وطُلِب إله نالك فقدر الله أن حك منائب المالكي بقتله خلص حكم إعدام فأخذ سريعا فضُربت عنقه تحت القلعة زين خلص كافي بعد لا ما يكفيهم حتى يشفون غليلهم وحرقه العام حرقه مثل أسلوب داعش وطافوا برأسه البلد قاصين رأسه شايلين على القناة وطايفين به ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تعذيب سادية وحشية إرهاب هو هذا هذا الذي يتقنونه يعني يقول ابن كثير وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي يقول هذا الرافض الجاهل في ظنه أنا ناظرته قبل أن يقتل سويت بينه وبينه مناظرة محاورة وإذا عنده شيء مما يقوله الرافضة الغلاه إن زين هذا من أين جاء بهذا منهم علمه الأشياء وكيف اندفع لمثل هذه العملية التي هي الجنونية عند بعض الناس رائح زاج نفسه في وسط الجامع الأموي هكذا يفعل ويصيح بلعن أبي بكر وعمر وعثمان من أين اكتسب هذه السمة يقول وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر ابن مطهر منه تعرفوا العلام الحلي رضوان الله تعالى هذا تلميذ من تلامذتي أو تلميذ لتلامذة العلام الحلي هكذا هي النماذج إخواني هؤلاء كانوا يبذلون دماءهم حتى إن افترضوا أن أحدا لن يهتدي بسبب ذلك لأننا أيضا ما وجدنا في هذه الحادثة مثلا في الجامع الأموي أن أحدا ممن كان في ذلك الجامع بسبب هذا الموقف بسبب هذه المجاهرة بالبراءة هنا قد اهتدى مثلا أو ذهب لكي يبحث لم يسجل التأريخ ذلك لعله كان لكن لم يسجل التأريخ فهل هناك حكمة في مثل هذا الفعل نقول نعم أولا إتمام حجة حتى لا يأتي أحدهم يوم القيامة يقول أنا ما بلغني أن أبا بكر لعيم وأنه أول من ظلم آل محمد عليهم السلام لا يكون وصل بعد خلاص تمت الحجة ثم إن اكتساب المظلومية والشهادة هذه هذا الاكتساب له آثاره فيما بعد ولو بعد أحقاب من الزمان يستذكر الناس هذا الموقف فيتعاطفون مع هذا الشهيد يقولون لا بد أنه فعل الذي فعل لأنه يحمل رسالة يحمل قضية دعونا نبحث فيها حين إذن يهتدون ويتشيعون هذا من جملة ما يفسر لنا لماذا إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام فعل الذي فعل وبأصحابه كذلك لقد أكسبهم هذه الشهادة والمظلومية لكي يهز الوجدان لكي يحرك الضمائر حتى وإن كان محتملا ألا يهتدي أحد أو لا يحتمل أن يهتدي أحد بسبب ذلك في ذلك الموقف فإن الناس سيهتدون تاليا في الأزمان التالية فكيف وقد اهتدى بعضهم في ذلك الموقف أيضا تاليا 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 شكرا